طيب تعالي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعضينا مع يونة ونركز معي علشان هنبدأ نقرأ مع بعض النهاردة في حجات مهمة اولا. يلا بينا يا مستر محمد. استنيك. يعني ارض النار والجليد. هنا الولد ده راح مع بابا مدينة او بلد اسمها ايسلند اللي هي ايسلندا. والبلد ده راح شمال اوروبا وتقريبا طول السنة جليد وتلج مغطاة في كل حد. فركز معي اكتر عشان تطلع فاهم الولد هيبدأ يدون المذكرات بتاعه. يلا بينا. تسعتاشر يونيو يوم الحد. يعني انا وبابا لسا وصلين لايسلندا. اللي هي اسمها ايه? the land of fire and ice. اللي هي ارض النار والجليد. امريلي looking forward to. خلي بالك ان look forward to. معناها يتطلع الى. I am looking forward to holiday. اوكي? انا هنا او انا هكمل او تاني يلا بينا. looking forward to this holiday. يعني انا نفسي في الاجازة دي. I am going to write everything down in this diary. يعني انا كنا طيرين بالطيارة فوق الجزيرة دي. اللي هي جزيرة ايسلندا. احنا شفنا حكتين ايه هما اللي هما البراكين واللي هما يأياد الكتل الجليدية. none of the vulcanus was wrapped. I would like to see an eruption. انا نفسي اشوف صوران الجليد. it would be thrilling. bad active. يعني هو هيكون مدهش او ممتع. bad active vulcanus are dangerous. بس المشكلة ان البراكين النشطة تعتبر خطيرة. لان ممكن ايه? تصور في اي لحظة وتموتها. it's a server when there is quite. هي بتكون اقمن لو هي كانت هالية. tomorrow we're going to hecla. احنا بكرة هنزور هيكلة. ايه هيكلة ده. it's an active vulcanu but it hasn't erupted for several years. يعني ايه? يعني هيكلة ده يعتبر بركان نشط بس هو ما صارش يعني ما طلعش الحمام البركانية بتاعته من سنين طويلة. طيب ده كده اول ايه? اول يوم هما وصلوا فيه لجزيرة ايسلندا. طيب. monday 20 june. okay. today we climbed to the top of hecla. النهاردة احنا هنتسلق كمة بركان هيكلة. we didn't go into the crater. احنا مش هنخش او احنا. اه يعني النهاردة احنا يبقى هنا احنا اتسلقنا كمة جبل بركان هيكلة. we didn't go into the crater. يعني احنا مدخلناش الفوه دي. so there was snow on the ground. كان فيه جليد على الارض. but in some places the rocks were warm. بس بعض الاماكن الكتل بتاع الصخور دي. ليه ده فئة? لان باطن الارض سخني جدا. and the snow was melting and the rocks were steaming. الجليد كان بيزوب. والسخور كانت بتطلع ابخرة. our guide picked up small rock and told us about it. المرشد بتاعنا راح جاب كده حجرة او صخرة. واقعد يقول لنا ايه? خلي بالكم من الصخرة دي. when the volcano eruptus the rock from deep under the ground comes out of the volcano. طبعا احنا بنقرب اروح عشان الناس اللي بتتابع معي. بيقول له ان الصخور دي لما صارت وطلعت من بطن الارض من بطن البركان. جت على الجوانب بتاع البركان ده. يعني طلعت من البركان كده. جت على الجوانب بتاعت ويمين وشمال. ومع الوقت بدأت تنشف وتبقى صخرة ايه? صخور زي ما انت ما شايف. the rock is so hot that is is liquid. يعني الصخور ده ايه? كانت ايه? حرة جدا او صخنة جدا لدرجة ان هي كانت سائلة عاملة زي المهلبية كده. it runs down the sides of the volcano. يعني هي بدأت تتصب كده على يمين وشمال الايه? البركان. then it cools and goes hard. it's called lava. يعني بدأت تبقى صلبة. والحاجات اللي بتطلع من البراكين دي احنا بنسميها اللافا. اللافا دي معناها الحمام البركانية. ركز اكتر عشان تفهم. it doesn't موصفاتها بقى. it doesn't smooth. هي مش ملساء مش نعمة. at all. يعني يا محمد يا جلال ما يفعش ان انت تمشي عليها وانت رجليك حفية. هتتعور. it feels very rough and a bit sharp. يعني هنا هتلاقيها خشنة وهتلاقيها لحد ما حدا. you can easily cut yourself on it. يعني ممكن تقطع اديك بسهولة. our guide's name is eri. هي بدأ اتكلم عن المرشد بتاعه. our guide's name is eri. المرشد بتاعنا اسمه eri. in the hotel this evening he drew a diagram. بدأ ارسم لنا رسم بياني of what hecla looks like inside. يعني بدأ ارسم لنا شكل ايه بركان هكلا ده من الداخل. يعني احنا ما دخلناهوش. now i understand why the ground was hot. يعني انا الوقتي لما بدأ ارسم لنا ده عرفت ليه بطن الارض سخن. there is liquid rock down there. عشان فيه سخور سائلة درجة حواريتها عالية. now. are you showed as pictures of hecla? بدأ اصول لي بركان هكلا. erupting وهو بيصور. and he let me keep this one. يعني بدأ ايه? and he let me keep this one. راح بيخليني ايه? احتفظ بصورة من الصور دي. يعني راح بص كده. خد يا ايه يا بابا كده ايه صورة من الصور بتاع بركان هكلا دي. and he is very nice. هو لطيف جدا. and he is a student to add the moment. هو تلميس في الفترة الحالية. يعني هو تلميس بيشتغل في الاجهزة بتاعه. and but he is going to be a geologist. هو في المستقبل هيتخرج عالم جولوجي. يعني ايه عالم جولوجي. عالم جولوجيه ده اللي هو بيستخرج الحاجات او بيستخشف الحاجات طبقات الارض والبوترول والغاز والدهب والفضة والحاجات اللي بطن ارض. he knows a lot about trucks and everything about the volcanoes in Iceland. يعني هو بما انه من ايسلندا. وبما انه هو كمان بيدرس الصخور فهو عارف كل حاجة عن ايسلندا وعن الصخور بتاعتها. ده كده كان بالنسبة ليوم الاثنين. طب يوم الثلاث بقى عملوا ايه؟ ركز اكتر. ايه؟ ركز اكتر. اه اه واحد وعشرين. من يونيو. today we show today we throw a jester. that's a kind of hot spring. يعني احنا شوفنا الجيسر ده اللي هو عبرة عن نبع او نفورة من المياه السخنى. نفورة كده عمنا زي مية زمزم كده بتطلع من الارض. طبعا ده لارتفاع معين هنعرفه دلوقتي. يعني لمدة عشر دقيقة المية دي كانت تنطلق من الارض الحد ايه فوق لمدة عشر دقيقة. يعني المية اللي بطن الارض بتبقى طلعة سخنة بسبب ان الصخورة لبطن الارض دي ايه دي سخنة. بص كده هنا هو كلمة ما بتتعدش عشان كده من غير ا او او اي. طبعا هنا بيقول لي ان المية دي كانت بتعمل زي فقعات وكانت بتنطلق لمسافة عشرة متر في الاول. وينيز دي 22nd of john 22 يونيو. we went to a really strange place today. يعني احنا رحنا لمكان غريب يا محمد. we went to the top of a فلكانو. رحنا كمة الجبل ده. then we went down inside. رحنا دخلنا جوا. the ground was steaming and there was lots of hot springs. يعني الارض بتزوب كده تحس ان الجوانب بتاعت الارض دي كده بتزوب. بتزوب وكانت في كمية من الينابيع السخنة اللي فيها مية سخنة. sometimes these springs are boiling hot. يعني الينابيع دي كانت المية اللي فيها مية مغلية. so you mustn't be you must be careful. لازم تكون مخلي بالك وانت بتعدي في الاماكن دي. لان انت لو اعطتها حاجة ستتشوي. there were noisy balls of hatch bubbling mud. يعني كان فيه دوشة او فيه دوضاء للمية السخنة بتاعة البركة الطمية او البركة اللي هي فيها طمي. يعني مثلا البركة هي. البركة دي بيبعفها مية وفيها صخور. فالصخور دي عاملة طمي. فانت تحس ان هي ايه. تحس ان المية دي بتعمل فقعات. لما بتعمل فقعات تحس ان الطينة دي بتعدي تغلي كده. and they're called mud boots. بيسموها اللي هي بركة ايه الطمية او بركة ايه الطين. what were soundists? يا له من صوت غريب. بصت كده soundists. مع what? ايش هي والان. a long time ago people believed in dragons and ministers they thought they lived in vulcanos and now i know why. يعني المنين السنين والافيسين زمان. النس اعتقدوا ان البراكين دي فيها وحوش وفيها التنانين هي اللي بتعمل الصوت دي. لكن الصوت دي طبعا طلع الصوت ايه? طلع الصوت البراك اللي هي بتاعت الطمية دي. من كترة ما المية بتغلي فيها مع الطينة فالطينة دي بتعمل ايه? بتعمل زي بقبق كده طعو التبق بق كده ايه? او بتعمل ايه? زي صوت فالقعات كده. يعني الصوت دهو بيعمل صوت وحوش وتحس ان احنا ماشيين ان الصوت الوحوش دي تحت ايه? رجلينة. وطبعا ده بيقول يا له من ايه? من مكان يعني مكان عجيب. اليوم ده كان يوم متعة حقيقية او متعة رائعة. يعني احنا رحلة لبرك مية عملاقة. برك المية دي احنا توقعنا ان المية اللي فيها مية بردة. لاني طبعا الجو حواليه جليد. جليد ساعة. تلج. ايسلندا دي بلد كلها تلج. I thought the water would be freezing cold. يعني انا توقعت ان ايه? اني المية دي هتكون ايه متجملة. But it was like being in a warm pass. بس انا حسيت ان انا لما جيت نزلت ان انا في ايه? في حمام او بنيو دافي. It was brilliant. هو كان رائع. هات سبرينج فيت سيزابول. ليه بقى? هي ايه المية السخنة دي? معي يا جنا. المية السخنة دي جاي منين? المية السخنة دي جاي من بطن الارض. مية مغلية. مع طبعا المية بتنزل من السمكة امطار وجليد والكلام ده. فطبعا شوية ساعة مع شوية مية سخنة. فبتبدأ المية دي تبقى ايه? دافية. دافية. تبقى مغلية امتى? لو مية بتطلع من بطن الارض وما فيش ايه? الجو اللي حواليك حر زي اللي احنا فيه. فالمية دي تطلع مغلية. اي حد هينزل فيها? هيتشوي. طب انت بقى المية دي بتطلع مغلية. وانت التقصى حواليك زي الشتك هنا عندنا عمال ينزل تلج وجليد ومطر ومية ساعة والكلام ده كله. فالمية دي لما تطلع وهي سخنة. هاتيه? هتختلط بالجو اللي هو بارد حواليها. فبتلي ايه? هتبقى بارد شوية. اهتدفع. يعني ايه? يعني المية دي بتطلع من بطن الارض باستمراره عشان كده المية اللي في الايه البركة دي ما بتبردش ابدا. انا كنت نفسي ايه اعط لليوم. يعني بكرا ان شاء الله هو هاخدنا للكتل الجليدية. الكتل الجليدية دي لنسل اللي هي شافت العصر الجليدي. اللي هو بتاع ايس ايه ده. اللي هي كانوا على الكتل الصخرية اللي عملت تتفرق بهم دي. هي دي الجلاشرز. بكده احنا خلصنا بتاعنا النهاردة. تعال نشوف حاجة تلك. شكرا جزينا. اشوفكم على خير.